دكتور يمكن إحنا لو تكلمنا عن أمراض القلب بشكل عام تمام والتدخلات المصاحبة لها يعني أو المفروض الدكتور يقوم بيها على طول هتبقى كتير جدا يعني إحنا نسردها للناس طبعا بي عايزة بس عايزة عرف نهركة حين كنتشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي أنا شخصيا شفتها يعني ناس تقول مثلا أعراض ولو حسب الأعراض دي فأنت في بداية لقدر الله طبعا يا بعيدا عن الجميع بداية جلطة بداية مش هارفة مشكلة ايه في القلب فالمفروض أول ما تحس بالأعراض دي تكوح جامد جدا أو تعمل كذا 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 يعني بنشوف حاجات على مواقع التواصل الاجتماعي ما بتكونش من دكاترة ممكن يبقى فيه منها صحة طبعا وممكن يبقى فيه منها غلط فأنا عايزة عرف نهرك قبل ما نوصل لمرحلة الدكتور أو حتى قبل ما نكلم الاسعاف أو حتى في طريق وصول الاسعاف للمريض ايه الأمراض أو ايه بخير نقول الأعراض اللي ممكن لو مريض حس بيها متعلقة بالقلب يقدر فيه خلينا نقول اسعافات أولية أو اسعافات نقدر نخلي المريض يكسب بيها وقت حد وصول الاسعاف أو لحد وصول الدكتور يعني وده الدور التوعوي للإعلام وده دورنا نحن موجودين كأسات زا في هذا التخصص أن نحن نصحح المفاهيم اللي نحن بنشوفها على السوشيال ميديا الأعراض القلبية هي أعراض معروفة بالنسبة لنا حاجة من أربعة يا ألام صدرية يا خفقان يا إغماء يا تغير في لون العيان أو عرق حاجات مصاحبة طيب شكل ألام الصدر يا فاندوني أن حتى ألام الصدر بتختار عندنا ألام الصدر حاجة ألام مثالية يعني typical cardiac يعني ده نقول ده مريض قلب دي بقى عبارة عن إيه إحساس الزبحة الصدرية محدش من الغير متخص هيعرفه غير اللي قدر الله اللي مر بيه وإحساس بيموت حد بيخنقه يقول أنا صدري طابع علي أنا مش قادر أخذ نفسي تمام فجأة وده إحساس بييجي مفاجئة تمام ده بنسميه إنه هو ده زبحة صدرية إلى أن يثبت العكس طيب هعمل إيه في التصرف ده على طول بريح باخد حبوب مسيلة للدم لو ما عنديش محاذير منها وبحاول أستخدم بعض الأدوية البسيطة اللي هي موسعة للشرين تيجي اللي إحنا الحباية اللي تحت اللسان أو النيتروجلسرين اللي هي الحباية الصغيرة اللي بتشتغل ده لو حد عنده أصلا أعراض أو يعني عارف أنه عنده مشاكل في القلب ده دور التفقيف ده دور تفقيف أنا ممكن أبقى ماشي يعني مثلا جاء لأحد المرضى إنه هو مثلا كان بيجري عشان يلحق البص جاء له واجحة جاء له واجحة قعد ما قدرش كامل فدي بداية الزبحة وكان داخل على جلطة تمام لأنه إحنا مثلا ممكن نشوف مرضى كتير ونعملهم أساطر عندهم ضيق حرك لكن بيمارس حياته عادي وبيطلع ويروح وفجأة الده ده يزيد مرة واحدة بسبب أن حاجة معاناة في البسولوجي موجودة تحول المريض ده من مستقر إلى غير مستقر كان حد قال لي قبل كده أن الأعراض بتتشابه مع التهابات الحجاب الحاجز أو فم المرضى ده الجزء الثاني بقى ده الجزء الثاني احنا بنقول على إيه أشباه الألام الصدرية أو الأشباه أشباه ألام القلبية القلب ماش لوحده محاط بأعضاء كثيرة عندنا وراء المريء حواليه الرئة بالغشاء البلوري تحتيه المعدة تحتيه الحجاب الحاجز كل دول كل عضو ليه تغذية عصبية تغذية عصبية هي في مصارها للجسم بتشترك مع القلب في هذا الكلام بدليل أنت لقدر الله لما حد يجي له زبحة يقول لك أنا دراعي مخدر أنا فيه تنميل في صوابعي أنا فيه ألم في فمه معدتي الضغب يبقى الدراعي الشمال كمان المتعرف عليه ممكن الشمال ممكن لمين طب دي نقطة مهمة ممكن الفك ممكن يقول لك الدبلة دقت علي كل دمع بعضه يا دكتور ما هو حسب العيان العيان عشان بس موضوع حاس أن أنا دراعي مش عارف من أعمل ده أنت كنت نايم عليه صح؟ أنا دايما بنقول كده أنا بدأ أبسط المعلومة العين إيه أقول له دي متكررة ولا إحساس جديد عليك في فرق إحساس جديد عليك لا ما تاخدهاش استهوان إحساس متكرر ممكن تبقى بقى حاجات في الفقرات في العضلات منهما غلط مش لكن دايما التغيير أنا كنت كويس بيت وحش لا هنا وقف أرجوك وقف ما تاخدهاش باستهوان أخذ أرس المساكن أخذ الخطر أخذ أرس المساكن سيريحك وانت بتشتغل على الألم الألم ده حاجة ربانية خلقها عشان تدينا انظار خلي بالك روح خلي بالك اعمل كزم فأشباه ألم القلب قد تشترك تماما مع مشاكل الألب ولكن خيط رفايع فزي حرك ما قلت أتوجه أعمل إيه أستريح الألب رهي دايما هو طول عمره شغال بدا لي إحنا عايشينه هو بيقف لحد ما ربنا يقوله خلاص هو وقف كده تمام لكن طول ما إحنا عايشينه هو شغال تعب ريحه يعني الراحة ثم الاستشارة أقرب مكان طب ده بالنسبة للزبحة ده بالنسبة للزبحة